بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليها الصغير الله. النهار ده الحمد لله مبارح الوزير ربنا يكرمه وقال المواضيع بتاعت الابحاث بتاعت الولاد. في ملاحوظة بس صغيرة كده قبل ما نبدأ الفيديو. ان شاء الله يعني كل واحد سجل. حاسس بقى انه سجل صحة حاسس ان هو سجل غلط مش مشكلة. يصبر بس هي سيبه التسجيل يعني سيبه التسجيل على اذنوده ده دلوقتي خالص. تمام? وركزه في عميل البحث. اه لان هو قال ان لسه يوم الاتنين ان شاء الله تلتاشر البعض. هو الاتنين اللي جاي ده على طول ان شاء الله. حينزل تعليمات التسجيل الصحيحة على اذنوده. فاحنا دلوقتي نسيب الموضوع بتاع اه يعني اذنوده ده دلوقتي فننشيله من دماغنا شوية. ونركز في البحث. تمام? طيب. اه البحث طبعا اه من سنة تلتة بتلاقي لحل تلتة عدادة. اه هنبتدي كل سنة ان شاء الله هنعمل لها فيديو. طبعا احنا مش هندي نمازج للبحث. تمام? لان ما ينفعش يعني انا شايفة ان هو غلط جدا ان احنا ندي نمازج للبحث. وآآ ممكن في مدرسين تانيين يكتبوا وفي ناس كتير هتنقل منهم. وطبعا الابحاس لما بتتطابق آآ هتتلغى دي من ضمن المعايير بتاعة الحكم بتاع المعايير بتاعة البحث يعني. تمام? طيب. انا دلوقتي آآ هعمل كل سنة ان شاء الله الدراسية. هنعمل لها فيديو مستقل الوحدة علشان ما يبقاش الناس كلها تتفرج على الفيديوهات كلها. اول سنة هنبتدي بها ان شاء الله الصغيرين شوية. اللي طبعا اهليهم مش عارفين ازاي هم هيعملوا الموضوع ده. وهو فعلا ممكن يبقى صعب عليهم شوية بس احنا ندربهم من دلوقتي بحيس ان آآ يعني نخليهم يتعاودوا على الموضوع ده لان واضح ان الموضوع ده مستمر معنا بقية السنين آآ اللي جاية. اسلوب التعليم الان لاين والابحاس والحاجات دي. وده فعلا الاسلوب بتاع الابحاس ده هو اساسا اللي شغل في جونيور وان وجونيور تو. فبالنسبة لجونيور سري يعني هيبقى ان شاء الله في حدود امكانياته. طيب انا دلوقتي البحث ده هعمل فيه ايه? يا اما انا لو عندي اه تكنولوجي معينة في البيت اه موبايل او طبعا يفضل لو كمبيوتر او لابتوب عندي في البيت تمام? اه هكتب البحث عليه على النموذج اللي هو اه ما حملهولي على الموقع بتاع الوزارة وهقول لكم ايه هو الموقع? هسيب لكم اللينك في الفيديو. كل اللينك هيته ان شاء الله هسيب هسيبها في الفيديو. اه اه يا اما هعمله على لابتوب هفتح الفايل ده على الورد. وحبتدي اكتب على اللابتوب او الكمبيوتر او الموبايل. طبعا امكانيات اللابتوب وكمبيوتر اعلى من امكانيات الموبايل في الورد. طيب اه الكمبيوتر اساسا او اللابتوب قريدي عليه بردامج الورد. هفتح من عليه الملف. هيفتح اوتوماتيك على الورد وحبتدي اكتب فيه. طيب لو على الموبايل لازم انازل اه الاوفيس على الموبايل. وافتح الفايل من على الموبايل. وابتدي بلده اكتب فيه. طب الحروف بتاعة الكيبورد بتاعة الموبايل صغيرة. في اه او خاصية كده في الموبايل ان انا في اه اه نظام الكتابة بالصوت او تمام? هدوس على الميكروفون اللي هو في الزرار كده عامل زي الميكروفون في الكيبورد بتاعة الموبايل نفسها. وحبتدي اتكلم فهيبتدي التليفون هو يكتب اوتوماتيك. اه مش هحتاجي اكتب او اعمل حاجة غير لو في كلمة اه التليفون اتعرف عليها غلط او صح يعني غلط سواء بالانجلش او بالعربي فهبتدي بس ان انا اعدلها فهتبقى كلمة كلمتين يعني كده يعني. تمام? طيب. دلوقتي هنبتدي ان شاء الله اه نشوف البحث بتاع اه او طلتة ابتدائي. اه طيب معنش بس نسيت هقولي على حاجة. ده بالنسبة لليل هعمله على الكمبيوتر. طيب انا ما عنديش كمبيوتر او لابتوب انا هتجيب اه البحث اللي هو التمبلت ده. اه حطبعه او هكتب على ورق عادي فلوسكاب عادي. تمام? بخط كويس ومنظم ونظمه وعمله تستيره والحاجات دي كلها. واروح اسحابه في اي مكتبة او اي سايبر. تمام? واخلي المكتبة او سايبر يحطولي على سي دي. والسي دي ده هيتسلم في المدرسة وهم اللي هيتولو اه الرفع بتاع الفايل بتاعي على ايه المنصة. تمام? طيب. هنبتدي دلوقتي نشوف اه الابحاث بتاعت او تلتة بتلاقي هتتعمل ازاي? وطبعا انا هركز على ايه الحتة بتاعت الماف اللي ممكن تتعمل في الابحاث دي هتتحط ازاي او هتدرج ازاي في الابحاث المنصة. طيب اول حاجة عندي تمام? هو بيقول لك يمكنك العمل على المشروع منفردا او مع فريق لا يزيد عن سلاسة من زملائك. يعني كده اربعة. بس طلع الوزير قال ان ممكن اه ان احنا لحد خمسة. فالي عايز يعمل اربعة اوكي? العايز يعمل خمسة على كلام الوزير مش كلامي انا اوكي. تمام? هو ما كتبش هنا. هو بيقول ان هنا ضلطة مطبعية بس هو كاتب على صفحته الشخصية ان لحد خمسة وحتى يعني زهق من كتر الرد على الناس ان هو لحد خمسة ممكن يعمله البحث. تمام? طيب. انا ده ده اللي هو النموذج بتاع البحث اللي هو اعطيهولي. اعطيني اربع اه نمازج. تمام? اه بيقول لي اقرأ المشروعات التالية واختر واحد منهم اللي عمل عليه. عن اختار. يمكنك العمل على المشروع ده احنا قلناه. وعطيني اربع مواضيع وعطيني ارشادات عامة للايه? للبحث او المشروع اللي انا ايه اللي انا هعمل عليه. طيب. ايه الارشادات العامة دي? بيقول لي شكل البحث في الاخر هيبقى عامل ازاي? طيب. بيقول لي ان الاول حاجة هكتب عنوان الموضوع او عنوان البحث يعني اللي انا هعمله. بعد كده هكتب الرقم التعريفي لو انا الوحدي او الارقام التعريفية كلها لزميلي. ايه الارقام التعريفية? اللي هي الكود اللي احنا جبناه بالرقم القومي. وهو يعتبر كآآآ رقم جلوس لكل طالب مختلف عن التاني. تمام? بعد كده في مقدمة عن الموضوع. زي ما بنعمل المقدمة بتاعة آآ موضوع التعبير. المقدمة دي هتبقى السنة التالتة بتدائي من عشرين لخمسة وعشرين كلمة. عشرين لخمسة وعشرين كلمة يعني في حدود سطرين او ثلاث سطور تقريبا يعني آآ وهنشوف برضو ازاي آآ بنحسب عدد الكلمات. تمام? بعد كده فيه بقى الموضوع نفسه عناصر الموضوع المختلفة. احنا هنرمل الموضوع ده كأنه موضوع تعبير فيه عناصر كل عنصر هناخده ونملى تحت منه البيانات بتاعته. طب البيانات دي هنجيبها من ايه? هنجيبها يا اما من كتاب المدرسة يا اما من المزكرة الرقمية اللي هي المكتبة بتاعت بنك المعرفة. آآ يا اما هنجيبها من آآ من على جوجل. يا اما هنجيبها من كتاب خارجي او قصة احنا كنا قرناها قبل كده. يا اما من او من مقالة مسلا قرناها قبل كده. طبعا حاجات دي كلها كتير على التواتل تبتدائي. فممكن لو هم آآ صعب بالنسبة لهم هو اساسا الموضوع دي لها علاقة بالدراسة اللي هم ما درسوها. فممكن يجيبوا معلومات من الدراسة اللي هم ما درسوها الكتاب الخارجي او كتاب المدرسة. تمام? بعد كده النتائج. اي هي النتائج دي? النتائج عاملة زي كده زي ما بيجي اديك درس الكراءة ويقول لك ما الدرس مستفادة من هزا الدرس. بنوصل في الاخر لنتيجة معينة نتيجة البحث اللي احنا عملنا دا. تمام? آآ ان احنا لازم مسلا نرشد استهلاك المية علشان في السنين اللي جاية هيبقى فيه مسلا ازمة في المية. آآ ان احنا لازم آآ نحافظ على صحتنا لان جسمنا ده امانة آآ من عند ربنا ولازم نحافظ عليها. وآآ ان احنا لو كان مسلا كزا كزا مسلا اللي هي الاكل مسلا اللي هو التكاوي او الجنك فود آآ صحتنا هتتأثر فلازم نحافظ على صحتنا وهكزا. تمام? آآ بعد كده المفروض ان احنا هنكتب المصادر. المصادر يعني ايه? يعني انا وانا بكتب بقى البحث كده بتاعي. كل ما اكتب حتة اكتب كده في ورقة لازم نخلي يعني اجيبك الرأسة كده جنبي واعملها دي مخصوصة للبحث اللي انا هعملها. تمام? كل معلومة انا جبتها اكتب جنبها. انا جبتها منين? علشان لما اكتب المصادر في الاخر ما تضعش مني وتوب. فلازم نخلي شغلنا منظم شوية وكل حاجة تتكتب آآ في ورقة وقلب. تمام? غير ان احنا بقى هنرجع ننقلها على الكمبيوتر. طيب هنيجي الاول الموضوع عندي? اللي هو السياحة. تمام? السياحة طبعا اه ده موضوع تعبير مشهور جدا وفيه كزا موضوع اساسا احنا عاملينه عن السياحة طول السنين اللي فاتت. هو عايز ايه? احنا في حاجة هو عاطيني عناصر للموضوع اللي انا هكتب فيها. تمام? آآ في حاجات مكتوبة بالاسود كده غمقى. دي الحاجات اللي انا هدور عليها علشان اجيب معلومات عنها واللي هي العناصر الاساسية او البوينت الاساسية بتاعة البحث اللي انا هعمله. تمام? طيب انا دلوقتي اول حاجة بيقول لي تشتهر مصر بالعديد من الاماكن السياحية. طبعا مصر فيها اماكن سياحية كتير. في ضوء دراستك هو عايز من الحاجات اللي انا درستها في خلال الدراسة اللي انا درستها. كن باعداد مشروع بحثة اضمن ميال. اهم الاماكن السياحية وما تشتهر به واهم منتجاتها مثل واحد سيوة والنوبة. طيب واحد سيوة والنوبة. انا هعمل حاجة اما هدور على حاجة عندي في المنهج على واحد سيوة والنوبة. اه او صفه. تمام? واقول ايه اللي هي بتشتهر به وايه الاثار اللي موجودة فيها او ايه الحاجات اللي مشهورة بيها. وهي بتنتج ايه طبعا واحد سيوة احنا عارفين طبعا التمور وكده التمر اللي هو البلح يعني بتشتهر بالنخيل وانتج التمور ومشافة ايه والنوبة بقى اللي بتشتهر بالمناظر الجميلة الجزابة. والالوان المبهجة وكده طيب. ازاي بقى ندور? احنا قلنا يا اما ندورها في الكتاب يا اما ندور في حتة تانا. هندور على ايه? هندور على عندي هنا. دي المذاكرة الرقمية او منصة البنك المعرفة المذاكرة الرقمية. تمام? هدوس هنا على ذاكر الايه? هيفتح لي بحاجات كتير. طبعا مش عادة ادور في المواد. انا هاجي هنا في كلمة البحث كده. واكتب واحد. تمام? وادوس انتر وادوس على اعلامة السرش. هيطلع لي حاجات كتير. فهيطلع لي آآ زي ما احنا قلنا كده حاجات كتير على آآ ارض النخيم. النتائج وهم جدد بخصوص واحد سوا. تمام? وفيه هنا على اليمين كده. وطبعا دي حلوة على الكمبيوتر او اللابتوب لاني مش هنلاقيها على على التليفون الجنب ده مش بيبال. تمام? فهنقول عرض مزيد. هنلاقي هنا انا دلوقتي في او تلتة ابتدائي. فهبصى لقي هنا الصف الثالث الابتدائي. فهدوس هنا على تمام? الصف الثالث الابتدائي. هيطلع لي الحاجات اللي هي اللي بتتوافق مع الصف الثالث الابتدائي. اهو الصف الثالث ابتدائي. صف الثالث ابتدائي. صف الثالث ابتدائي. صف الثالث ابتدائي. فهنفتح اي واحد من هنا. تمام? ارض النخيل. ادي نص ودي في مقدمة اهي. ندوس عليها. تمام? فهيطلع لي هنا اهو ندوس هنا. مثلا لو دوسنا هنا ارض النخيل النص هنبص نلاقيه هنا فيه كده بيقول لنا ان هو يحدد المعنى العامية يتعرف على ارض النخيل يحدد معالم اه واحد سوا هندوس ابدأ هيديني فيديو اللي هو النص النص الاردي ممكن انا معرفش ما عنديش حد فيه هتلاقيه مكتوب في الكتاب بتاع المدرسة. طيب انا دلوقتي اه عايزة اشوف حاجة تانية او اسلوب تاني اعمل ايه? هفتح اه ممكن افتح جوجل واكتب كده واحد سوا للصف التالت الاتدائي. هيطلع عندي حاجات كتير. واضح ان هو درس اصلا عندهم. فانا ممكن اخد المعلومات ببساطة من الكتاب الخارجي او من الكتاب بتاع المدرسة ما فيش اي مشكلة عندي في الموضوع ده. تمام? طيب. اه حاجة بقى اه اه دي كتوحد سوا. نفس الحكاية هعملها ليه? النوبة. تمام? طيب. بعد كده العنصر اللي واكتب بقى. بعد كده العنصر اللي بعد كده عندي اختر احد هذه الاماكن ونظم رحلة لها. محددا. تمام? عدد الافراد. فحكتب مسلا ان احنا هنقوم برحلة مسلا في حدود مسلا متين فرد. تمام? آآ وسيلة النقل المناسبة هي مسلا آآ الاوتوبيس. تمام? او الحافلة. آآ باللغة العربية. تمام? آآ حيبقى متوفر مسلا عدد اربع حافلات. تمام? فحعمل ده الماف اللي داخل في الدرق البحس موضوع البحس بتاع السياحة. ان انا عندي مسلا متين آآ طالب. حيقوموا ومدرس معاهم ومشرفين على الرحلات. هيقوموا برحلة. الرحلة دي في اربع حافلات. كل حافلة تتكون من آآ كل حافلة تقريبا بتاخد مسلا او الساعة بتاعتها آآ اربعين آآ كرسي او اربعين آآ مكان. فآآ هنعمل عملية اسمة بسيطة او بسيط. اللي هو هيديني كام? هيديني عبارة ان هو يبقى خمس حافلات مخصصة لنقل المتين طالب. بعد كده اكتب كلمة ترحيب للسياح باللغة العربية باحدة او باحدة اللغات الاجنبية. زي كلمة مسلا مرحبا بكم بالعربي. ومسلا آآ 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 كده وتكتب بآ آآ خط آآ مميز. ازاي نكتبها نقدر نكتبها بخط مميز حواريكو برضو. انا عندي هنا بس ده الصف السالس الاعدادي والمشروع الثاني هو هيبقى مكتوب هنا عندك آآ دي اللي اللي الوزارة بنزليها. ده حيبقى مسلا الصف مسلا السالس الابتدائي. وحيبقى مكتوب هنا المشروع الاول اللي هو السياحة. حاجة هنا اكتب عنوان للموضوع مش حكتب السياحة. حكتب ايه? السياحة آآ مثلا آآ آآ سروة مصر. مسلا يعني. مسلا. آآ بعد كده الرقم التعريفي اللي هو الارقام اللي هو الكود اللي احنا قلنا عليه. بعد كده المقدمة اللي احنا قلنا هتبقى في حدود آآ خمسة وعشرين كلمة هتبقى في حدود سطر او سطرين. تمام? انا لو كتبت هنا مسلا هكتب مسلا آآ السياحة مسلا كلمة السياحة. تمام? كتبت كلمة السياحة. بصوا تحت هنا في كاتبين ايه? ان الكلمة دي انا لو عملت عليها التك كده. مكتوب ايه? مكتوب واحد على سبعت وشر. يعني السطر ده تقريبا بياخد سبعت وشر كلمة. تقريبا. لو جيت عملت هنا كتبت السياحة تاني. تمام? آآ سوري مش بياخد سبعتاشر يا كده. دي نمرة سبعتاشر. طبعا عشان ده معمول في النص فانا هتجيبها كده من اليمين او هتجيب ده الفورمات بتاع الورد او هتجيب اللي هي دي. تمام? واعملها كده عشان يبقى من النحيتين آآ مزبوطة. او هتجيبها آآ النحية دي سواني كده. تمام? آآ هتجيبها ده طبعا ده يعني هتجيب آآ بيتجيب من اليمين من الزرار ده كده. تمام? اهو اتجاب اليمين. يبقى انا هعمل ضبط هنا او للكلام. وهتجيب هنا بيتجيب للشمال وهنا بيتجيب ايه? من اليمين. ادي السياحة تمام? تمام? ادي تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تسعة عشرة. يبقى تقريبا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. تقريبا نستطر بياخد متوسط عشر كلمات او اكتر او اقل. تمام? طيب. آآ يبقى انا عايزة علشان اشوف هاجي كده هو ايه اللي تحت ايه? عايز الملخص او اللي هي المقدمة يعني من عشرين لخمسة وعشرين آآ كلمة. يبقى انا هعمل في حدود سطرين ونص تقريبا آآ على حسب الحروف بتاعة الكلمات بتاعتي. تمام? طيب. اجي بعد كده دي المقدمة كتبناها. بعد كده عناصر الموضوع طبعا عناصر الموضوع عندنا في سنة تالتة بتلاقي من ميتين لميتين وخمسين كلمة متضمنة من تمن لعشر كلمات بالانجلش. يبقى الموضوع احنا نكتبه سواء مدارس رغاة او مدارس عربي. حنكتبه بالعربي. ومتضمن تمن لعشر كلمات بالانجلش. نقدر آآ نكتب مسلا اماكن مسلا بالانجلش. نقدر نكتب طبعا اللي هي اللي هو عايزها دي اللي هي كلمة ترحيب السياح برضو من ضمن الكلمات بتاعة الانجلش تمام? آآ زي ما قلنا وزع عدد الافراد هنكتب ان انت سنقوم برحلة كزا آآ الى مسلا سيوة آآ تضم آآ ميتين آآ فرض من من الطلاب والمدارسين وكزا كزا ونعمل عملية او عملية الاسمة البسيطة دي عشان نجيب عدد الافراد في كل ايه? في كل حفية. ده بالنسبة لايه? ده بالنسبة للموضوع بتاع السياح. طبعا هنا ده كده ده عندي آآ الموضوع تمام? هنا طبعا لازم برضو نحط صور فهنحط مسلا صورة الواحد سيوة وصورة مسلا لواحد آآ سوري صورة للنوبة. تمام? ودي بقية الموضوع. ودي صورة كمان. آآ بعد كده هنكتب النتائج ان طبعا السياحة مهمة وان فيه اماكن كتير غير النوبة وغير البتاع بتجزب عدد من آآ من السياح. وان احنا لازم نحافظ على السياحة وان نشجع آآ على السياحة. وان بقى آآ يعني بقى في آآ آآ منهج معين اللي الناس بتنتهجوا مع السياح علشان نستقبل سياح اكتر وهكذا. تمام? بعد كده بنكتب المصادر زي ما قولنا احنا كل حاجة بنكتبها. بنكتب جنبها المصدر فين عشان آآ نلاقيه ونفتكره ما ننسهوش ونكتب آآ المصادر وبكده بيكون البحث بتاعنا خلص وانتهر. تمام? طيب نشوف البحث اللي بعده. البحث اللي بعده عندي الطاقة. الكهرباء. طبعا هندخل في المذاكرة رقمية نبحث عن الكهرباء او من الكتب الخارجية. تمام? آآ في دوق دراستكم بعدين مشروع اهمية الكهرباء في حياتنا. تمام? طبعا دي هنبحث عن الكلمات اللي هي اهمية الكهرباء في حياتنا اهمية الكهرباء كزا. آآ دورنا في ترشيد الاستهلاك. هنكتب بقى دور الفرد في ترشيد استهلاك الكهرباء وبرضو هنلاقيها في كتب ممكن الدراسات. تمام? صمم لافتة على شكل مستطيل بابعاد مناسبة مع بيان هذه الابعاد وايجاد محيطه. تمام? كتابة جمل في اللافتة فيها تحس فيها زملائك. على الحفاظ على الكهرباء. طبعا دي كل واحد. وانت كن باللافتة باللغة العربية او باحدة اللغات الاجنمية. يعني هنكتب سطر فوق بالعربي وسطر تحت بالاي? بالانكشتاي. عايزين نشوف بقى موضوع اللافتة دي لان ده جزء الماف اللي داخل في الاي? اللي داخل في البحث ده. صمم لافتة على شكل مستطيل بابعاد مناسبة مع بيان الابعاد. هذه الابعاد وايجاد الاي? وايجاد المحيط. هعملها ازاي? انا حاجة هنا ده عندي. تمام? دي الحتة اللي انا حكت فيها ده الموضوع بتاعي. عناصر الموضوع. حاجة من تمام? هعمل ايه? عندي هنا قائمة او اه ادراج بالعربي. تمام? هدوس عليها. هيطلع لي حاجات كتير هنا. هنا او لو نسخة عربي هتبقى اشكال. هدوس هنا على وهختار شكل الايه? المستطيل. الريكتانجل. وادوس هنا. وايجي هنا هتلاقي الماوس الاشارة بتاعته اختلفت من اه الماوس لايه? للبلوس. هروح عاملة هنا كده. مستطيل. اي حاجة اي ابعاد. هيطلع لي على طول المينيو بتاعت فورمات او اللي هي تنصيق. ماشي? حاجة الاقي فيها في الاخة طبعا هنا بالانجلش على الشمال. اه سوري على اليمين. في العربي هتلاقوها على ايه? على الشمال. هبست الاقي ايه? ده تمام? او اللي هو وده او اللي هو بتاعه. تمام? اللي هو او الابعاد البعدين بتوع المستطيل. هنلاقي هنا تلاتة. زير وتلاتة. وهنا خمسة تسعة سنتيمتر. اهي بالسنتيمتر. تمام? طيب. هعمل ايه? حاجة هنا اقول مسلا. ان انا عايزة اللافتة دي تبقى في حدود. مسلا اربعة. الارتفاع بتاعها اربعة. وهنا الارتفاع بتاعها ستة. بغير بس الارقام ادي ستة. تمام? وادوس انتر. هبصة الاقي ان هي اربعة وايه? اربعة وستة. اربعة سنتيمتر ده اللي هو العرج. والطول بتاعها ستة سنتيمتر. حاجة هنا اكتب. تمام? قلنا هنجيبها في اليمين ازاي من الهوم او من الرئيسي القائمة الرئيسية هنجيبها يمين كده. تمام? وهنجيبها هنا برضو من العلامة بتاعت اللي هي اه من اليمين من اليمين اليسار او من اليسار اليمين اللي هو اتجاه الايه? اتجاه الكتابة. تمام? وهدوس كده انزل تحت الفيتا. طبعا انا بعمل ازاي? اكتب بقى جوه المربع ده. هدوس كده. اه على الشكل. تمام? هنا فورمات. تمام? بعد كده هعمل هنا. هدوس هنا بالماوس شمال. وبعدين ادوس بالماوس يمين معاش الناس عندي بيعلق شوية. هيتلع قائمة منها اضافة نص او هدوس عليه. تمام? هكتب هنا بقى. حافظه مسلا. حافظه على كهرباء بلدنا. مسلا. تمام? بالانجلش مسلا. هتبقى وطبعا لازم احافظ على اه ان يبقى فيه اه 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 احط في الاخر. وطبعا الاخطاء الاملائية والنحوية والحاجات دي كلها من ضمن معايير تقييم المشروع. طيب انا كده ده اسود اهو. اه يعني يعني ازرق. طب عندي ايه? من القائمة بتاعت التنسيق او الفورمات اهو بقى ابيض. تمام? طيب الكتابة دي اه عايزة لونها. طب الكتابة اهو. ده عندي اهو بقدر اغير من هنا. اللي هو اقدر اغير شكل الكتابة بتاعتي. تمام? واقدر اغير اللون اللي داخل في الكتابة. دي اهو مسلا او هعمله مسلا احمر. تمام? واقدر زي ما قلنا اغير من هنا. بس لازم اعمل اختار او اهشر الكتابة بتاعتي علشان اعرف ايه اه اغير الشكل بتاعي. تمام? اهي. ماشي. وبعد كده هعمله مسلا بالورنج فحيبقى كده. تمام? ودي مسلا ده نفس الحكاية. كل ده اقدر اعمله. بعد كده حاجة هنا تحت كده. واكدر. ابعاد ده بالانجلش. طبعا اه الورد ازاي انا بغير البتاع من القائمة الرئيسية او من هنا. بقدر اغير اه دي مسلا مقس الخط. بغيره مسلا خليه اربعتاشر مسلا. اه اعرف اعمله اه اللي هو اللي هو يعني غامق. تمام? او اعمل اللي هو هنا لخط. حاجة مسلا ابعاد الفتا. تمام? وطبعا لون الخطة عندي من هنا آآ اسود. او. تمام? ازاي برجع? آآ بعمل من هنا. وهو. تمام? آآ بكتب مسلا او عندي ابعاد تمام? بعد اللافتة. واروح حتى هنا علامات للترقيم لازم نزبط. بعد كده هنا حاشيل بقى آآ اللي هو الخط اللي هو التحتيك كتابة تحتها خط. وحكتب. هاجي هنا. اجيب الفورمات بتاعي. تمام? على هنا كده وعمل سليكتار ده هيطلع اربعة سنتي. طبعا هنكتب هنا العرض يساوي بربعة سنتي. تمام? ده لو بالعربي. طبعا بالنسبة للمدرسة اللغات عندنا المفروض هنكتب ان هي هنعملها كده. وتبقى من الكلمات اللي هي بتاعتنا. هنكتب آآ ده بالنسبة للعربي بالانجلش هروح انا شايلة ده كده. انا ده كده. واجع من هنا من الهوم. اجيب كده من الشمال. تمام? وحاجي اكتب انجلش. هكتب اللافتة اللي هي ساين بولد. تمام? ساين بولد. واعمل كده برضو. وادوس كده. وبعدين هروح شايلة اللي هو تحته خط. وادوس انتر. تمام? هكتب ان الويتس. ايكوة آآ فور سنتيميتر. وحكتب لانس. ايكوة آآ سيكس سنتيميتر. تمام? وبعدين كده هكتب واعمل واكتب ايكوة طبعا فور بلاس سيكس هيبقى سنتيميتر. ده بالنسبة للمدارس اللغة. طبعا بالمدارس العربي هنكتب نفس الكلام اللي هو العرض اربعة سنتي والطول ستة سنتي والمحيط بيساوي اتنين في اربعة زائد ستة هيساوي عشرين سنتي. ده بالنسبة للبحث بتاع الجزء بتاع الماس في البحث اللي هو الحتة بتاعت اللافتة. طبعا قلنا في اللي هو السياحة هنعمل عملية آآ نكتب ان عدد الافراد كزا وعدد الحافلات كزا ساعة الحافلة كزا فيبقى عدد الحافلات اللي احنا محتاجينها آآ بيساوي قد كده. تمام? ده بالنسبة كده للبحث بتاع الايه بتاع الكهرباء. طب نيجي نشوف بقية الايه بقية البحث. بعد كده تالت بحث عندنا اللي هو الصحة. الصحة من اعظم النعمة على الانسان واجب المحافظة عليها في دوق دراسنا نقوم بعداد مشروع بحسي. اساليب الحفاظ على الصحة. هنبحث عليها في المزكرة الرقمية واكيد هيبقى عندنا في الدروس دي اكيد. او في مواضيع التعبير اللي قبل كده. تمام? فوائد الماء للحفاظ على صحة الانسان. نكتب ان الماء بقى بيشكل قد كده من جسم الانسان وان الماء الماء دي مهمة لحياة الانسان وبدون الماء وان الانسان ميقدرش نعيش بدون ماء آآ لوقت قد كده. والمعلومات العامة اللي هي آآ العلاقة بين الماء وبين صحة الانسان. بعد كده تصميم لافت على شكل مستطيل بقى بعد مناسبة نفس اللي احنا عملناه في البحث بتاع الكهرباء اللافتة هو هو نفس اللي احنا هنعمله في الايه في الصحة. تمام? طيب. وحنكتب برضه بالعربي وبالايه وبالانجلش نفس الحكاية. وبالنسبة للمدارس اللغات هنكتب الابعاد والحاجات دي برضو بالانجلوس دي ما احنا قولها. رابع بحث عندي اللي هو المية. طبعا برضو المية ليها اهمية كبيرة في حياة الكائنات بقى عامة مش صحة الانسان بس. هندور بقى على اهمية المية للكائنات الحية للانسان والنبات والحيوان ودي حاجات بقى ليها علاقة بقى بالدراسات وليها علاقة بالعلوم وكده. بعد كده هنكتب دور الفرد في ترشيد استهلاك المية. ان المفروض ان انا اه مسلا اه اسناء الوضوء مسلا ان انا اغلق الصنبور واستهلك كمية بسيطة من المية. او اه الام في مسلا غسيل الاواني مسلا نفس الحكاية. ان ما يبقاش في مسلا اه اي حاجات منزلية اه معطلة فتسبب مسلا تصرف في المياه فيؤدي الى استهلاك كميات اكبر من المياه وكده يعني. برضو الجزء التعلمات فيها اللي هو تصميم لافتة على شكل مستطيل بابعاد مناسبة بالسنتيميتر. نفس اللي عملناه وبعده بتكتب بالعربي وبالانجليزي. نفس اللي عملناه فيه السحة وفيه الكهرباء. بتاع لافتة هنعمله في نفس الايه نفس الموضوع. مع الحفوظ بقى ان احنا بنحط صور. تمام? اه بنحط اه كلمات انجليزي مصطلحات باللغة الانجليزية سواء للمدرس العربي او للمدرس اللغات. طبعا المدرس اللغات اي مصطلح علمي لازم نحطه بالانجليزي جنب المصطلح العربي بحيث ان احنا نعمل اللي هو المطلوب مننا اللي هو في حدود من تمن لعشر كلمات بالايه بالانجليزي. وطبعا احنا بالنسبة للمدرس اللغات كفاية اوي الكلمات اللي احنا هنكتبها في اللافتة. لو عدناها هتطلع نفس العدد يعني ان شاء الله. ده للنسبة لسنة تالتة وان شاء الله الموضوع يبقى سهل بالنسبة لنا ومفوش اي حاجة ولو في اي حاجة انا معاكم على الصفحة او على الخاص اللي يحتاج اي حاجة يبعاك لي. وربنا معاكم ان شاء الله. سلام عليكم واشمت لابريكة.